ارتحل محمد بن عبدالله القصيبي إلى البحرين وقد كان لإتقانه القراءة والكتابة أثره في مسيرة حياته وفاتحة للعمل الأول له مع التاجر الأحسائي عبدالرحمن بن عيدان الذي استعان به لتدوين حساباته المالية وضبطها وإبان إقامته هناك رزئ بوفاة أخيه حسن أثناء تأديته فريضة الحج تاريكا ثلاثة أبناء من بينهم عبدالرحمن القصيبي فأرسلهم أخوه الأصغر إبراهيم إليه في البحرين فتكفل بهم جميعا وأحسن تربيتهم وتعليمهم توفي والد عبدالرحمن القصيبي في الحج وكان صنع عبدالرحمن صغير وأصبح تحت كنف عمه إبراهيم والذي تزوج من والدته وتربى عنده فترة انتقل عبدالرحمن القصيبي مع أخوه إلى البحرين عندما طلبهم عمه محمد ليكملوا تعليمهم وتدريسهم في البحرين والحقيقة كانت البحرين منطلق جيد لعبدالرحمن القصيبي والمنطلق من الناحية العلمية حيث درس في البحرين آنذاك ترجمة نانسي قنقر